يقول الله تعالى تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ الرَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ الخطاب لمين؟ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أنبائها أنبائها يعني إيه؟ الأنباء أيوة أخبارها أنبائل إيه بقى؟ تلك القرى وزي ما قلنا كتير قرى يعني البلد أو البلاد مش معناها القرية اللي إحنا في عرفنا النخل والزرع لا القرى يعني البلد تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا طَبْ لِي رَبِّنَا يَقُصُّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أخبار الأمم السابقة إيه الفائدة من ذلك؟ الله يفتح عليك لكي يخفف عنه صلى الله عليه وسلم وليتصبر بصبر إخوانه من الأنبياء لما يعرف أن سيدنا موسى عليه السلام لسه ربنا عز وجل أغرق فرعون وقومه وتجاوزوا البحر شافوا ناس بتعبد العجل قالوا يجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون معقولة 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 بعد إما شفت هذه المعجزة لسه برضو تطلبون الشرق فده طبعاً يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف إن الأقوام السابقة برضو عاندوا وجادلوا أو يعني أصابهم بعض الجهل ونحو ذلك فيتصبر لذلك تاني شيء علشان يحذر قومهم من عقبة المكذبين يذكرهم بعقبة قوم عاد بعقبة قوم صالح بعقبة قوم شعيب يذكرهم حتى يرتدعوا حتى يخافوا تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات البينات اللي هي إيه؟ المعجزات النبي فيأتي بمعجزة علشان تؤكد صدقه وأنه رسول من عند الله ما ممكن أي إنسان يدعي النبوة مش لازم يكون فيه معجزة خارقة شيء خارق للعادة علشان يعرفوا أنه مؤيد من قبل مين؟ ربنا عز وجل فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل وجملة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل عليها خلاف كبير بين المفسرين بس علشان ما تنساش وتفهمها وتفهمها بسهولة كل ما تيجي تتعدى على الآية دي وتقراها اعرف أنه بما كذبوا الباء هنا سببية احفظ المفتحدة يعني فما كانوا ليؤمنوا بسبب بما الباء سببية يعني بسبب ما كذبوا من قبل برضو يعني ايه؟ مش فاهم برضو يعني بسبب أنهم أتاهم الحق فكذبوه فعقبهم الله عز وجل أن صرفهم عن الإيمان والهداية وده ترجيح الإمام ابن كثير رحمه الله وده الأقرب فعلا فما كانوا ليؤمنوا ليه؟ ليه فما كانوا ليؤمنوا؟ عشان كذبوا أول مرة كما قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله يفتع عليها تنسل دوتش كنوا كده شرب شرب مش أكل؟ اسم الصورة صورة الأعراف الآية رقم 101 صفحة 163 عشان تبقوا رايب منهم صورة الأعراف صورة مكية ولا مدنية؟ مكية بالضبط وده تاني صورة مكية تقابلنا وإحنا ماشيين مع بداية المصحف كل الصور اللي قبل كده مدنية بدأنا أول صورة مكية كانت صورة الأنعام وبعدها صورة الأعراف وشان الصورة المكية أني فيها تذكير بأحوال الأمم السابقة ما فيهاش أحكام كتير فيها ذكر الجنة وذكر النار فده يعني صفحة عامة للصور المكية يبقى زي ما قال الله وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ لِي رَبِّنَا قَلَّبَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةَ ولذلك شوف الآية ختمت بإيه؟ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين يعني يختم على قلوبهم فلا يتأثرون بموعظة ولا ينزجرون بتوعد ولا يتذكرون ولا يؤمنون ليه؟ تختم على قلوبهم ليه ربنا ختم على قلوبهم؟ لأنهم يستحقون ليه يستحقون؟ لأنهم كذبوا بالحق مفترض جاءك الحق ما تردوش عناداً واستكباراً تقبلوا علشان ربنا ويسر لك الهداية كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين